من جالب آخر اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافها وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الإجراءات تتمثل في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح بها بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات التراموي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما كما تتمثل الإجراءات أيضا في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع وأهبت الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء خلال هذه الفترة إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة تفاديا للاكتضاد وتجنبا لخلق بؤر عدوا للفيروس